اشتركوا في القناة ويقول لك يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك أين بصرك ما أعماك أين لسانك ما أخرسك أين ريحك الطيب ما غيرك أين مالك ما أفكرك فإذا وضعت في القبر نادى عليك الملك يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت يا ابن آدم استعدت للموت أم المنية عاجلتك يا ابن آدم خرجت إلى الدنيا وأنت بغير الذنب وعدت إلى التراب وكلك الذنوب فإذا ما انفض الناس عنك وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة ليلة لا يؤذن فيها الفجر لن يقول المؤذن يومها حيا على الصلاة انتهت الصلاة انتهت العبادة إن الذي سيؤذن فجرها هو إصرافي ينادي أيتها العظام النخرة أيتها اللحوم المتناثرة قوم لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين إن الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهما جمعا ويقول أيضا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا يا ابن آدم عندما يقبل عليك ليلة أول يوم في قبرك ينادى عليك مالك الملك وملك الملوك يقول لك يا ابن آدم رجعوا وفي التراب تركوك دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت يا ابن آدم من طهد على الله رفعه ومن تقبر وضعه الله عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتباغضون عني بالمعاصي وهم أفكر شيء إلي من عاد منهم ناديته من قريب ومن بعد منهم ناديته من بعيد أهل ذكري أهل عبادتي أهل شكري أهل ذيادتي أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي فإن تابوا فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعاصي الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة والثبات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد مفيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا